لا تسلب حقي في الحياة ومن أدرك معنى الحياة يدرك معنى الفن والإبداع الذي يجسد للآخرين حياة أخرى شو حلوة هالمقولة يا نغم أداشية عميقة وأداشية بتبيننا أهمية الفن أهمية الفن كمان أنه هو عم بعكس الواقع اللي احنا عم نعيشه أداش الفنان بعبر عن الواقع اللي عم يعيشه بعبر عن الظروف اللي مرأ فيها عن طريق لوحة أو عن طريق عمل فني تشكيل اللي بنقول هاي الرسالة بدون ما يحكي ولا حرف بس هي هذا العمل الفني هو الحاله بحكي يمكن أنه ينقل هويته بيئته تفاصيل حياته والأفكار اللي بيآمن فيها وبحبها لك حابين نتعرف على الأمور اللي بتحاول توصلها شذا غدير دافتنا الآن داخل الستوديو الفنانة التشكيلية من خلال فنها ورسمها أهلا وسهلا فيكي ساعد صباحك شرحتنا كيف الحال؟ شذا من ون جايتنا بالضبط؟ من بيت زرزير بيت زرزير بالداخل المحتل بيت زرزير وين بالضبط؟ حد الناصرة يعني مشوار طويل كان يمكن لا تيجي لهون أولي مش كتير طويل لا مش كتير طويل هلأ كل شيء المفروض يكون ميسر ولكن مرات الحواجز هاي الشغلات بتكون معيقة ولكن أهلا وسهلا فيكي أكيد بنصبح عليك وأهلا وسهلا فيكي بنابلس بفضائية النجاح أهلا وسهلا فيكي طب شذا حكي لنا عن رحلتك وبدايتها بعالم الفن التشكيلي أنا من وقنا صغيري بحب الفن كثير كان عندي هواي ممكن أخفته من حدا اللي كنت أشوفه يرسم كنت أشوفه بس أبلش الإشي منه أنا صغيرة كنت أصمم أزياء فلما شفت وشفت الأراء وش مين كان؟ كان وجه صديق اللي ومن العيلة يعني كان عند ميلاد وفا حبت أعمل إياها هدية فلما شفت الأراء إنه كثير ناجح كثير الإشي حلو حبت أتعلم لحالي شوي شوي حبت أطور من حالي كان تقريبا بعمر 14 سنة هيك الشي طبعا هنا كان لسه مجرد هواية يعني تعرف وإحنا صغاري كان كثير من نفكر بالمستقبل وش منا نطلع بالمستقبل أنا بتذكر صف ثالث من أول لثالث كنت أطلع دكتوراه وهيني مزي حاصرت فما خصنيش بالإشي اللي حبيته أو الإشي اللي كان ببالي بعدين الواحد بتنقل وبفكر كتير بالأمور فكادي إنك بدك تروحي على تصميم الأزياء بس بنفس الوقت دخلتي ضلتك بمجال الفن ولكن دخلتي بالتصوير بالرسم بهاي الشغلات هلأ غدير أنت إيش عم بالزبط مركزة عليه أو شذا عفت أسأ أنا مركزة على إني أكون فناني أنا كثير بحب الرسم طبعا جديد فت على عالم التصوير وعلى عالم النحط وهي الأشياء من خلال تعليمي في الكلية بس أنا منه أنا وصغيرة الرسم عندي شيء أساسي وماشي بهذا الإشي ومشاريع النهائية وكل إشي رح يكون بالرسم طب شو الموضوعات اللي بتتناوليها برسمك ولوحاتك أنا أكثر أول شيء بتناول ممكن مواقف معينة صارت معي بس أغلب الأشياء اللي بعملها هي بتحكي عن هويتي وعن شو أنا من وين جاي أشي البيئة اللي أنا جاي منها أكثر بتناول هاي المواضيع بس في كثير من الأحيان بكون في بالي موقف معينة أو إشي صار معي أو إشي بشوفه عند الآخرين بحب أني أعبر عنه فأعبر عنه جميل عم نشوف حاليا على الشاشة بعض رسوماتك شفنا كتير وجوه مثل هاي الشخصية وقابليها وجوه كبيرة أه وجوه كبار بالسن مين هيدلول يعني من واحد الخيال أو ناس عن جدي بتعرفيهم صادفتيهم هني ناس بعرفهن هاي الرسمات اللي مثلا هاي الرسمة هاي الرسمة عم نشوف شخص فلسطيني كبير بالسن أنا كثير بحث بأرسم الناس الكبيرة ليه لأنه بعطيني إحساس أنه أنه هني تراث هني 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 إشي من الهوية إشي إشي مننا واليوم طبعا الشخصيات هاي الكبيرة اللي ما حطة وقال قليل قليل بنشوف منها فحبي هذا الإشي حبي أخليه أخلده لو بلوحة أو بصورة أو أي شيء طب ليش عم بتركزي على الهوية هلا هو إشي كتير جميل ولكن يعني عم بتلاحظي أنه فيه عقبة موجودة أو فيه مثلا تمصلة الهوية فلأنت هيك عم بتروحي للرجال اللي كبار بالسن عم نشوف كمان الحطة الموجودة على رأسه عم نشوف أشياء فلسطينية يعني حسيت أنه فيه داعي أنه أنا لازم أروح لهذا المجال عشان أخلده وأنا فتت على هالمجال من موقف صار معي صراحة إيش الموقف كنت بشغليه قبل أبلش تعليم قبل كل إشي فأجا شخص اللي هو زي بدوية أنا بدوية وهو زي بدوية بس هو من الجنوب فلما عرف أني بدوية فحكالي أنتو مش بدو أصليين أنتو حديثين أكثر أنتو مش بدو تحدثت تطورت يعني أنتو خلص نسيتو حالكو فأنا الإشي نجهرت من ناحي ومن ناحي حبيت أنه من خلال مشاريع من خلال الأشياء أفرج إنه لا إحنا بعدنا رغم التطور ورغم كل إشي إحنا بعدنا محافظين بعد في عنا إنه لأنه إحنا بالشمال وهيك فأكثر مش زي الجنوب اختلطوا ببيئات ثانية اختلطنا ببيئات ثانية بالزبط بس لا إحنا بعدنا محافظين في عنا في عنا كثير أشياء اللي طب عارفيني أكثر عن البيئة البدوية وعن الأشخاص البدوية إيش بتاملوا كيف ملامح الحياة عدتكم بتكون حتى لو اتطورتوا إيش أشياء لسا هلأ محافظين عليها أسمع من أبوك أو جدك بزبط كيف عن حياة زمان وإذا كانت صعبة أو هلأ كيف تأقلموا مع حياة الشمال الأشياء اللي بعدها لحد اليوم الخيم تعرفوا زمان البدو كانوا عايشين صحيح بصحراء بخيم بس إحنا لليوم لليوم حد كل بيت الأغلب يعني مش كثير بس حد كل بيت في خيمي بعملوا قهوة على النار على الجمر الأشياء التراثية اللي زمان مثل المكوة اللي عبي الجمر هالأشياء كلاتها في كل بيت تقريبا في زي زي زاوية معينة لهاي الأشياء فهالأشياء بعدها عندنا بعدها مش متخلين عندها هلأ موجودة عندكم يعني هاي التحف الصغيرة يمكن اللي بتدلع التراث والهوية ومنعرف احنا قداش فيه هلأ تحت الاحتلال كيف الاحتلال عم بيحاول يسرق هويتنا ويتمصها كمان فكمان لما نحكي عن مشاركاتك شاركتي في زي فعاليات لرسم جداريات كمان كيف كنت تحط النفس تاعك بالرسم هو الاشياء تطوعي احنا كنا نتطوع انه نرسم على جدار جميل احنا كمجموعة فانا حبيت اني اكون واحدة من هذا الاشي اللي بيزيد المكان اللي انا جاي منه او المكان اللي انا استموجود فيه جمال احول جدار ما علي ولا اشي للوحة فنية اللي كل اللي يمرق من حديها يقول واو انه عن جد واو تترك بصمة بالضبط نترك بصمة وجوه هاي اللوحات والرسمات كنا نحط كمان اشياء او بصمات اللي هي من تراثنا كنا نرسم اشياء دخلها بالتراث تبعنا رائح جدا طيب شازا خليلنا نحكي اذا شاركتي بمعارض او لا فردية او جماعية معارض جماعية لا بس عملت معارض ديالالي اللي هو فردي وهو بعده مفتوح لحد اسه معارض خاص اه معارض خاص اه اه بحكي عن هو تصوير وفيديو اللي انا عملتهن من انتاجي والمعارض انا عملته كمان مساعدة هو بالكلية عنا اه برضو بحكي عن عن الهوية ومن هون بلش الاشي فكرتي وموضوعي لهويتي بلش من هون من هاي من هذا المشروع وانه هون حبيت اكمال لقدام اذا شحلو لما تربطي الهواية تاعتك ودراستك بهدف معين هدف لحتى تعكسي البيئة اللي انت عايش فيها وتوصل لرسالة معينة لما تتعامل مع الاشخاص اللي حواليك بيئة خلينا نحكي بالاعمال تاعتك كيف بتحسي الاثر تاعت الاعمال تاعتك على الاشخاص اللي بيشوفوها حد بيقولك مثلا انه لا مثلا لو تغيري هيك لا مثلا روحي على اشي معين او مثلا بيشجعك اكتر على هدف تاعتك بيشجعه كتير بيشجعه بس انا شخصية بعمل شو بشوف مناسب للي وشو بشوف حلو بعيني يعني انا عارف انه هذا اللي انا عم بعمله صاح ومزبوط فانا بروح له لانه اذا انا بدي اسمع لهذا بيحكي لي لا اروحي هون وهذا اروحي هون فانا نفسي عقلي بتخربط يعني فانا بروح للاشي اللي انا بشوفه صاح للي ومناسب للي لهجتك مميزة شبا مميزة جدا طبعا لسه لكنا البدوية موجودة يعني اثرها طبع منك بطريقة كتير حلوة لانها عفوية كمان شزا بحب اعرف الاجواء اللي بترسم فيها يعني مزاجك بالرسم كيف بيكون وين بتحب بترسمي وهاي الاجواء كلها بحب ارسمه انا لحالي طبعا بحب انه يكون عندي مكان الخاص اللي ارسم فيه واني اكون موجودة فيه لحالي احيانا بحط موسيقى هادية يعني اللي بتروق وكثرة من الاحيان يعني لما بكون مثلا مزاج مش رائق او هيك او بدي ارسم فكمان الاشي بنعكس على طريقة رسمي نعم تستوحي كمان يمكن الاعمال تاعتك من البيئة اللي هي انت اصلك منها اما انت يمكن ما عشتيها فيمكن هون بتطلب منك الموضوع كمان انك تدوري وتمكشي اش فيه اشياء بالتراث انت كنت يمكن مش مولودة وقتها ولكن اهلك عاشوها يمكن بتدوري على الانترنت يعني كيف بتطولي المعلومات الصح لحتى تعرفي تعكس الصورة الصح انا اكثر بسأل بستفسر من الكبار بالعمر وبرضا كمان بدور بالانترنت باشوف او باروح بتفرج حوالي باروح على مناطق وبسمع منهن مثلا باروح على محل ثاني اللي ممكن اصور فيه الاقي فيه اشي مثلا اش موجود عنا بسمع قصاص بسمع عم بفكر كمان ان اطلع اكثر يعني باروح لمحلات اللي هي ابعد من هيك بشوف شو الفرق مثلا بين عنا احنا بالشمال او بالجنوب فهذا الاشي كثير رائع طب شزا انت من انت وصغيرة عم ترسمي وبلشتي كمان ع طريق الصدفة وهدية وتصميم الزياء كان عندك هواية تجاه لكن لما درستي هذا الفن صحيح درستيه بالجامعة قدي تطورت مهاراتك قدي يصار فيه عندك بعض وفق تاني بالفن التشكيلي كثير كثير اللي عنده هواي مش مفروض يوقف على شو هو بعرف لا لازم يتقدم ويعرف اكثر لانه بكل اشي بكل موضوع فيه شو بتعرف وقدما البني ادم بعرف فيه اشياء كثير كمان برضو بعرفهاش ولازم يعرفها برضو تغيرت عندي كثير اشياء اتطورت اكثر بالرسم غير الرسم تعرفت على كثير اشياء ثاني بعالم الفن لو ان حاب توصلي لو ان حاب توصلي بهذا الفن تاعتك لو ان حاب توصلي بعكس الرسالة والهوية تاعتك والبيئة تاعتك تحديدا حاب اصل لكثير محلات بعيدة حاب اوصل واعطي فرصة للولاد اللي بعده ما حدا معطيهن انه يطلعوا ويشوفوهن ممكن هذا سبب اني اكون مدرسة حابة تكون بالدرس الفن انا اه من تعليمي احدى يعني تعليمي هو شهادة معي يعني رح يكون معي شهادة تدرسية اللي بغدر ادرس فيها بالمدارس فانا كثير هذا الاشي حاببته عشان اوصل واعلم شو انا عندي اعطي لغيري وتبيني للناس كمان شي البيئة تاعتك وشي الهوية تاعتك يعني يمكن بتوقع في كثير ناس عندهم فضول يعرفوا عن الحياة البدوية اكثر يمكن منشوف احنا بالمستوصلات والافلام عنا صورة نماطية لالها فاكيد الناس بتحب تتعرف على الاشياء اه بالزبط وشي نتعمقين حالو كتير الله يوفقك واحنا نتمنى انه كل فن انتي بتمارسي او كل لوحة ايضا بترسميها بتعبر عن اشي داخلك او عن هويتك هذا دليل انك انتي عم تفتخر فيها توصل فيها رسالة وتأسري على الاخرين بطريقة ايجابية اكيد وكل الدعم لقالك واحنا امنياتنا لقالك دائما بالنجاح والطوفيق شكرا موسيقى موسيقى